السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سننجد روح الوصفة هائلة وصفة ديال البريوات اللي قد تعد من الحلويات العريقة والتقليدية المغربية الأسيلة هاد البريوات كان نحتاجه فيهم هنا في هاد الوصفة درت كيلو واربع ديال اللوث اللي سلقته وقشرته وخليته حتى تشف خليت منه واحد دروا يبعا درت معها جوج ما يلقات ديال الزيت ودرت الخالد في مقيلة وبديت كنحمر فيه في هاد الشكل من اللي تيولي هاد اللون دهبي وتيولي في هاد الوزة تيولي مقارمشين كان نتحنهم مع باقي ديال اللوث كي يتحن وكيعطي واحد تعليكة واحد نكه خاصة واللي بغي يدير اللوث اللي تيكون دابا في المحلات التجارية تيكون مطحون وموجود ما تنسوش تزيد عليه واحد الكويس ديال هاد اللوث اللي تيكون مقليك يجي روعة المهم كان ناخد اللوث وكان يروف احد الإناء طبيعة الحال الإناء نقي ويكون عريض وغرق بهذا الشكل أو في قصرية مثلا كان نزيد عليه مثلا عندي ثلاثة ديال اللوث كان زيد عليه زلافة ديال السكر بغيتو زيده زلافة ونص إيلا شلا أنا درت معاه زلافة ديال السكر ومدرت تجوش بيضات ومعي يلقى صغيرة نص ما يلقى صغيرة ديال القرفة ونص ما يلقى صغيرة ديال المسكة الحرة يعني المسكة العربية ومع قبيصة الملحة ومعي يلقى ديال المربى ديال البرتقال وكلم هاد الخاليط بماء ديال السر يوى مربى ديال البرتقال النكا ديال البرتقال مع الماد الزهر والقرفة كي تعطيه واحد النكا ما نقول لكمش جد ممتازة على كل حال كنزيل لهاد الخاليط وحد القطارات ديال وروح تلوز المر وكنخلط هاد العجينة ديالي كنعركها مزيان وكنخليها ترتاح كنعطيها وقت حتى وكان دوك المكونات كيتمجوا مع بعضهم بعض نخليها ترتاح واحد شوية ونبدأ نشكل فيها إما ندير حريبلات إلا بغط ندير محين شات أو لندير كويرات إلا بغط ندير بريوات أو لندير بها كعب الغزال كندير واحد شكل آخر المميم هنا غندير هاد الكويرات هاد الكويرات الحجم ديالهم كيبقى على حسب البريواتي لو بغيت بريوات صغر ندير كويرات صغر بغيتهم متوسطين بريوات متوسطين ندير كويرات متوسطين بغيت بريوات كبار ندير كويرات كبار وناخد الورقة ديالة ونقطعها على شكل شرائط بحال هاتشكل اللي كتشوفوه ومن بعد كندير في الراس ديالة واحد الكويرة وكان لما يعني كان طويها يكون واحد الطي باش نحصل على واحد المتلت اولا ندير واحد صبيعات وتنبسط هاتيك الكويرة وكيولو عنيه في شكل صبيعات حالك الشكل اللي كتشوفو قدامنا على كل حاج كنحاول ندير واحد الشكل المتلت وكان سدو بواحد الخاليط اللي كيتكون من طحين ومن ما ولما باش ندير هات الخاليط ديالعجين باش نسد نقد نسدوه بأصفر البيض حتى أصفر البيض نقد نسد به العجائين دياللي على كل حال ندير شكيلات اللي بغيت ومن بعد نخليهم يرتاحوا قد ما ارتاحوا قد ما مزيان قد نخليه هات البريوات نخليهم ليلا كاملا ومن بعد ان شاء الله عاد نمر للقلد ديالهم هناك نعاود نكرر في الشكل باش نحصل على واحد المتلت كي يخص شوية ديال السبر والقانة وكل شي كي كان مشو بشوية بشوية حتى وكان نسالي وديك الكمية اللي عدنا ديال الورقة وديال عقدة اللوس من بعد كان ناخد واحد المقلة مزيان كان ندير فيها الزيت كان نسخنها مزيان مباشرة كان نبدأ نقلي في دك البريوات اللي شكلت ومن الأفضل نعاود نكرر نفس الجملة أن كل ما خلينا البريوات يرتاحوا وعاد نبدأوا نقليهم نقليهم يكون أفضل على كل حال من يبدأ نقلي نتابه طغيا نقلبهم طغيا كيتحمروا كي يخدوا واحد اللون دهبي ومن كتسخن بزيان الزيت نقص على النار باش ما تحرقش ما تتحرقش ليا الزيت باش الزيت ما تحرقش ما تتحرقش ومن بعد هما سخان نقطصهم في العسل أو لنكبع لهم العسل بحل اللي كتشوفو ونخليهم واحد الكيمية كتيرا دي العسل قد ما تشربوا العسل قد ما كتكون نتيجة أفضل ومن بعد من يتشربوا هذه العسل ندروا ميت سقطروف واحد الكسكاس من قد نخليهم بها الشكل اللي عادي يعني بحال هكذا أولا نزيد عليهم نزينهم بجنجلان وبرقائق وبرقائق اللوز كيعطيهم واحد المنظر هائل ومن بعد نقدمهم في صحنا أو في واحد القوى اعطيت بحال اللي غادي تشوفو وهنا ما بقلي إلا نودعكم ونقول لكم إلى فرصة قادمة بإذن الله وبصحة والراحة وإلى اللقاء إن شاء الله مع كامل تحياتي للجميع وبدون استثناء اشتركوا في القناة